حكم تغطية الرجلين مسألة خلافية عند الفقهة أنا عندنا في المذهب يكره للمرأة أن تظهر ظاهر القدم مع أنت الفقهاني تعرجل هذا يكره إظهاره ويستحب تغطيته أما باطن الرجل وهو القاعة على القدم فيجوز إظهاره فإذا كان المرأة صلاة بطاقم الصلاة ويغطيلها الفقهاني تعرجلها هنا خلاص رايبا بلا ما تلبس تخاشر إذا كان التوبة على الصلاة موش طويل بحيث يظهر ظاهر القدم الفقهاني تع القدم تعرجل فهنا مكروه فيستحبوا أنها إما يكون شي طويل أو تلبس الجوارب في الصلاة تلبس الجوارب في الصلاة إذا صلاة رجلية عريانين صلاتها صحيحة مع الكراهة فقط